موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الحال اليوم النهاردة مصر كلها ودعت شهدي الشرطة في الأسكندرية في الحادث الغاشم الذي وقع بالأمس في محافظة الأسكندرية حضراتكم شفتم بارح وزي ما تكلمنا مبارح كانت الروح المعنوية مرتفعة جدا كانت الناس النهاردة حقيقة في الجنازة بالآلاف وقفين عشان خاطر يعطوا رسالة القريب والبعيد والجار الكل شارك النهاردة فيه جنازة شهدي الشرطة يمكن شفنا خلال هذه الجنازة روح يعني شفنا خوف على البلد شفنا حرص شفنا معدات كبيرة جدا موجودة من كل المحافظات ومن محافظة أسكندرية بالتحديد شاركوا في هذه الجنازة وكان موجود قيادات وزارة الداخلية المشهد بتاع الجنازة كان فيه خليط من مشاعر الحزن والوطنية أيضا زي ما حضراتكم شايفين يعني شعور كان يعني قاصي بالفراء لكن أيضا كان الناس يعني بيتهدفوا على التواجد وزي ما حضراتكم شايفين القيادات كلها موجودة وجنازة مهيبة جدا لشهداء الشرطة وزي ما حضراتكم شايفين كل زملائهم يعني بيودعوهم وأيضا معاهم الشعب السكندري بالكامل الحياة في مصر شغالة والدنيا شغالة وزميلهم اللي هم شايلينهم دول دلوقتي في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها بيؤدوا عملهم بصدق وإخلاص بيتغلبوا على أحزانهم بيقدروا يعني يكملوا المشوار عشان خاطر بلد تقف على رجليها يعني المشهد معبر أكثر من أي كلام ويعني أهل اسكندرية كلهم مبارح والنهاردة عاشوا لحظات فارقة وعاشوا لحظات مهمة جدا في تاريخهم وأيضا في وقت الجنازة يعني أظهروا نوع من التكاتف كبير جدا وملحوظ جدا ومقدر جدا أيضا طبعا القوات المسلحة والشرطة بيشاركوا في تشريع هذه الجنازة بالشكل اللي يليق بشهدتنا هذا المشهد لم يمنع أي مصري من أن يؤدي عمله ويستكمل عمله زي ما حضراتكم عارفين مصر بتستعد غدا لحدث ضخم جدا وهو الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس أيام فارقة في عمر الشعب المصري المصريين كلهم بكرة هيتوجهوا إلى السنديق عشان يدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسية لعام 2018